إن شاء الله خاتمت الأحزان يا أبو نبوح وعظم الله أجركم شكر الله وسعيكم كتا خيركم يا جماعة الله يرحمك يا أبو تيسير عاش فئير ومات فئير درويش رحمة الله عليه عقيد ما تزع عقيد ما تزع هل لي شبه عنها أبو تيسير أقول أبو نبوح أعطاكم عمره ايه والله الله يرحمه هو أرحمك يا أبو تيسير وأبو تدفل لك شبه أنا لك أبدا قالنا حصة داك نينو للزلمة يطعمك الحج والناس راجعة شو عن حكي ليش محدا بيخبرني خلاص وابتي صوتك أخونا خوط معي بسم الله رحمة رعيم شو كاتب شو كاتب شو كاتب ماذا يا أبو كامين خير شو صارت بالحارة ليش هل جامعان أبو تيسير أقولي أبو نبوح أعطاك عمره هلأ جيتنا من الدفل لا 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 يا أبو ألف رحمة ونور تنزل عليه وليما خبرتوننا لنقوم بالواجب لا تؤخذي يا أبو لأصلا صارت على السريع أرجال حار جوا بالنظافي شري رحمة الله عليك يا أبو تحسين أبو تيسير أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا جماعة ما في حدا كبير على الموت هاي عمي الزعيم الصالح راح الله يرحمون وابي الله يرحموا راح مقتل من الناس رألحين الله يرحمون الله يافي عننا يا حق اي نعم يا أبو كاميج وإذا الكريم مضى وولى عمره وكفل الثناء له بعمره ثاني لك مكان يا شيخي يعني الإنسان شو له غير يحتو الطيبة بين الناس إلهي إلهي يحسن الختام أبو كاميل انت شايفه أول مرة للزعيم أبو صالح والله يرحمه أصدق دعاه ها يعني نذكره ملامحيك بتخيل الدام عيوني بس من كتب ما بتحكي عنه الناس وتحبه بحيس حالي بعرفه كتير أحيانا بحيس حالي كأني شايفه قدامي صباهوا يا أب بدر اللهي الحركات يشير السلام عليكم وين أبو مبدوك أبو مبدوك إن شاء الله يعمل إلى كفل تبقين حياتك إلهي يجعل بشبه الجنة صحي كانت أبتشي لأخوك مش كانت أخي و أبي و عائلتي كله الله يحبه كان يحبني في رات الله تعيش يا نفس تعيش أهل كان يحبه مو بي زمانه إلا أعطه نازل على بيته وخبر عنه الكلكوه بي زمانه إلا أم جوزيف أخبار منيحة كتير بس بدكم تدرسوها منيحة بل ما تخطوا أي خطوة لأن مو بعيدة يكون في من وراها مصيضة يا جماعة لا تطمن شيخي أنا هالمرة منتطمن من ناحية أبو الطيب والأخبار اللي جايبة كلي هاته مظبوطة حلو وشلون قن تصلوا لأم جوزيف بالمستشفى وعليها حراس مشددية عيه وين يا عمي أبشير أبو حسن ورجاله رح يأمنون لنا التغطية ونحن منفوت على المستشفى منخردق الدرك ومناخد أم جوزيف ومنقصع شو هل حكي هات؟ هذا الكلام لا بينزل لا بميزام لا بقبال لك أخي ليش لك أخي ليش؟ أخي شو بكون تفتحوا شبها؟ هاي مستشفى إلى حرمة يعني دائما الدوم في دوريات عم تحوم حواليها أي دورية قريبة حزت بالشي اللي عم بيصير بتروحوا فيها هذا الكلام صحيح ولا تلقوا بعيديكم إلى التهلكة وبتكن تحسبوها منيح نحن ما بدنا حدا منكم يتضرر مظبوط هذا الكلام عين العقل إذا بتكن تهربو أم جوزيف لازم أحدا من المستشفى ولا العلاصر يحسوا على الشي اللي عم بيصير أوف وشلون أيبالك أخي؟ بدك يا أنا نسممه؟ وإنت هلت أخي استغفر الله العظيم يعني بتكون تسمموا الناس؟ هذا الشي مو من أخلقنا يا جماعة لا يا شيخي انت فهمتني غلط يعني نحن ما بدنا نسممون نسممون لقى نشدونها يا بشوكات هاتش وفترجمنا يا آه 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 عندي خلطة أعشاب عاملة المرحوم أبي كان يغلية ويعطيها للي بدأ يأمله دنبلة من تحت باطو أو شي تالولة كبيرة واللي كان ياخد هذا الدواء كان ينمله شي نص ساعة وأكتر ما كان يحس على شي بنوه كأنه ميت شو هالحكي؟ متل ما عمل لك خالي أبو قاسي؟ بري عليك عصان فكرة حلوة كتير ولكن الله محي البطل اللي حملك عمي أبو شوكات يعني هاي شلوم تتأخذ قصدي شلوم بدنا نبصلة للعناصير؟ بالأكل عمي أبو حاتين بنحط لن هاي الخلطة بأكل عناصر الدرم وبس يغفلوه بتطلع أم جوزيف من المستشفى وعلى عينك يا تاجير بس معناته مالنا غير أرايبه لأبو الطيب هاتش اللي بيشتغل عشي بالمستشفى بسيطة أبو العز بسيطة أبو العز شيد أنه نصلوه هيتركوه علي أنا أنا بشوف أبو الطيب طمع بكمليره قلوه لأرايبه قول الله أبو حاتين دق الحديد هو حامي روح شون في الزلمة واتفق معه على كل شيء وأنا رح أخد الشباب وفاهمهم على كل شيء وبعدا مننا بروح لعد أبو حسن وبلو جاهز حاله هو والشباب عال وأنا رايح جاهزي لكل خلطة شأنه هاي بده تحضير على النار شيء أربع خمس ساعة وفكرتوا أبنا نخبيها أم جوزيف تنزل عندي يا شباب لا عم يا بوشير لا خالتي أم جوزيف تنزل عندهم مني معززي مكرمي لا تتعاطي قاسما بالله هم جوزيف ما بتنزل عندي الله يبارك فيكن يا رجال حارة الضبع الله يؤويكن ينصركن على مني عاديكم جاهل حبيب المصطفى أخي بوحاتين عيوني أنت عمد حتى مصاريف والحمل على الجماعة سهل ورجال حاضريين شو بده بيدفعوه كافوا أمي اللي عنكن واصي خالية شو صال معك خالية طمان خالية طمان كله تمام يعني هالخلطة العجيب نتيجيني لك والله كان يشايفوا الإعلان لك شون الإعلان خالية لك هاي الكمية بتصح تور وكونا عنا كزا تور ما زيدون خالية زيدون الله يرضى علي خالي مونير مشان الله خليني عم معرفة اشتغلها ورقفوني شو هاي مونير شايفك رفعت التكليف أمرك خالي أبو قاسم أمرك بس نوع وقفوني قليني عم بعلي فطبوخ الله يمر أهلين على خير زيدهم شوي زيدهم شوي ليش له يوم شو عم تحكي يا أبو بشير لكمية أهلة وسهلة ومرحبة فيها ايه والله إنما ساعة الأرض التسعة عيوني أم جوزيف مرضاني ورح تجي تقعد عنا وترتاح بدنا لكلياتنا نخدمها لتتعافى لا تاكل هم ابن عمي والله لأخدمها بعيوني هلأ أبحضر لها قوضة المرحومة إمك زريفي وشرحة وبرحة الله يرضى عليك يا أم بشير بس أهم شي لالتو نعجن بوجود أم جوزيف عنا الحرمي أماني برقبتنا وإذا كمشت بتروح فيها لا تاكل هم ابن عمي بإذن واحد أحد ما بتكون إلا بأمانه أنا لحضر للأوضة روحي مبشي روحي يا أهلين وسهلين بشيخي يا أهلين وسهلين بالشيخ عبد العليم يا أهلين عزبت حالك يا أبو كامل أهل وسهلين تفضل مد إيدك والسلة شيخي الله يديمك يا أبو كامل ويرحم أبوك هتعيش شمدين لك شيخي كأني حاسس إنه الجامع مهرهر من جوه وبدو ترميم ولا أنا غلطان لا والله يا أبو كامل من بعد ما راح الزعيم أبو صالح رحمة الله عليه ما عد حدا اهتم به الأمور لأنه المرحوم كان عامل صندوق عما نجمع فيه مصاري وعما نصرف إنه على كل احتياجاتنا من إعانات وترميم وصلحات وشو اللي تغير شيخي بيني وبينك مصاري الصندوق كانت يجينا من أرض الوقف أرض الوقف؟ ايه الحارة عندها أرض وقف مساحتها الله ما صلي عن النبي خمسين دنم مزرعون زيتون وكانت هالأرض عم تدرع علينا مصاري كل سنة يعني عم بيغطوننا احتياجاتنا قلتلي مساحتها خمسين دنم شيخي اي نعم بس بالشتوية الماضية دخيل اسمه ما صار في مي وما طلع زيتون بالمرة لك طيب مزال الموضوع هيك ليش ما تبيعوا بتتخلصوا من الهمة يا شيخي يا أبو كامل هالأرض هي لأهل الحارة كلياتهن وأفئلهن يعني لا أنا ولا غيري بيحسني بيعها على كل حال يا شيخي إذا الزعيم اب صالح راح الله يرحمه فأنا موجود ورأبتي سدادة ترميم جامع عائلات محتاجة اللي بتكون ياه كتر الله خيرك يا أبو كامل والله وهل ما اقتدرين بالحارة ما عم يأسره بنوب لك لكان يا شيخي لكان هل ما بيحن على العود غير إشروب يمكن ما سديني بسديني زادتلك يا شيخي إن بحس كل واحد بيعي الحارة مثل ابني وصديقي وحبيبي آخ يا شيخي آخ شو عملت فيني الغربة حار مدي كتير من العواطف بخصوصا وحب يا شيخي وكلها شفت بيناتكن لوح هو إله يخلي دياكن واحد ورد تاني قاس الشاد المعلي عبديده الله يسلم هدياتي يا حدو ما يحبني منها السلام عليكم أهلا 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 أبو مرعي شو خير؟ شبا عينا؟ الله يجعلكم خير عود عود أكتاح حدوك؟ أمني؟ صاويلوك هست الزهورات لأبو مرعي على حسابيهم لي؟ كتير خير لك يا أبو ديبو خير لك يا أبو مرعي خير؟ شو صار معاه؟ أخ مصير شي معي بس وين هو بحاتي؟ والله أبو حاتي براح مشوار وين كان يطوي هيك لكم؟ لك اللي أبو مرعي شباك؟ شو صار معاك؟ حدا ضار بك؟ واقعي؟ أحكي لك أخي طويل بالك علي ليش هيك بصرنتك بحروقة؟ راح بعكي لك والله راح بعكي لك حكا من الزهر حكيت للك راح الطق وبموت بقهرية شراف شاي أبو محمود؟ ماذا شراف؟ هلأ أنت مصدق لهذا المقمون اللي عنا بالحارة؟ ليش لحتى ما صدقوه؟ لغ طلع الشارع الثاني وأنا قال له المقمون الأصلي مات بأضنى ويلي عنا بالحارة كذاب ونصاب وحرامي يا ريال أحمر يا ريال عطز عطز